اشتركوا في القناة حفل الاحتفال الوطني بالتبرع بالدم بحضور سيد الوالي وبعض المؤسسات التربوية والهلال الأحمر إذن مشاهدين الكرام تابعوا معنا هذا التقرير موسيقى بحضور الكرام وفي مقابلتهم سيد ويل سوسة بحضور الكرام بحضور الكرام أيها السيدة نحن هنا للتقيم الجديد نحتفل معنا باليوم الوطني في الدبرع بالدم كعملية لتحسيس على الدبرع بالدم وإني أتوجه لكم لتطفئ اليوم يا شباب المستقبل موسيقى هو يوم وطني يعني احتفلنا به اليوم في سوسة لكل متبرعين بالدم تعرف اللي الدم هو الحياة في نهاية المطاف فمشكورين المواطنين اللي تبرعوا بالدم كذلك في مئدارين كذلك في المؤسسات والمواطنين والإدارين كلهم تبرعوا بالدم متاحهم وتعرف اللي وقت الانسان يعطي الدم متاعه يعني انقذ حياة أو ساهم في انقذ حياة وبالتالي يجنل هنا وشكرناها وكرمناهم وقلنا لهم إن شاء الله هذا ما يواصلوا لأنه هدايا مد تضامني وتونس معروفة معروفة بالتآذر بالتضامن ومشغالي عتوانسة باش مواطن تونسي يعطي الخوه المواطن التونسي على قطر الدم فاحنا إذن احتفلنا باليوم الوطني اليوم وهو 8 يفريد اللي احتفلنا به اليوم وكرمنا كل وخيان اللي اعتوا الدم متاحهم وقلنا لهم دي ما احنا معكم اليوم هو الاحتفال بالمتبرعين بالدم وتكريمهم اللي عاونونا برشة باش ننقذوا العديد من الارواح البشرية كرمنا جاوا اغلبهم ما جاوا شما تبرعين ما جاونا احنا عنا عشرين وسائم فضي العدد فما الأوسمة فضية تبرع اكثر من عشرة تبرع فما ذهبي اكثر من خمسة عشرين تبرع وقتر الدم بين خمسة وعشرة تبرع وكرمناهم وخيان هذونا لعونونا برشة باش نقوموا بالواجب الإنساني بتاعنا وفما مؤسسات تعاوننا في تنظيم حملات الجمع الدم كما المعاهد الكليات فما زاد المعاملة كرمنا لبعض منهم واحنا نعملو خمسمائة واثنين حملة في العام بناتها نكرموا البضع اما معترفين بجميل للناس كله وبرشة الناس يعاونونا وبرش بيهم كرنا من نجموا نعمل حد شاء اي رسالة نجم تقدمها مادام ياعقوبي والله يعاونونا الناس الناس كل تجم تعاوننا على تبرع بالدم والدم موجود كان عند لعبات ولزم الناس ما تبخلش باش مديدها باش تعاون اخاها المريض على خاطر ما عانيش حتى حل إلا تبرع بالدم طول عمري نتبرع بالدم ما اللي عرفت الدم انه معناها من قيام النبيلة نحب معناها حبيت نتبرع بالدم وديم أنا تبرع بالدم خاطر علاش خاطر نغزوله هو قيمة قيمة أخلاقية نشوفه في تونس خاصة نتوى خاصة نتوى تونس مرحلة خطيرة مرحلة أمنية خطيرة ياسر ولازم كل إنسان يعطي من روحه من دمه وكذا لازم تونس ننقضه حتى قطرة دم مش مشكلة معناها فلوس دمي ينقض تونس لباس ان شاء الله تونس لباس يعني نراه معناها المواطن الصالح انه اللي يحب بلاده موش بالكلام هاد تونس نجم نحبوها بالفعل حاطر نحب التونس موش كلام السيد كريم بن ناليا موش كلام شكراً 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 رعب الدم مشاهدينا الكرام ان شاء الله في تغطية أخرى لأهم الأحداث في سوسا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة